اهلا بكل مشاهدينا من جديد مصر عندها مجموعة كبيرة من الشباب الناجح والاستثنائي في كل المجالات العلمية والعملية كمان ويمكن نمزج النجحة دي هي اللي بتترجم لإشادات عالمية بيتم الإشادة بيها برا مصر عشان كده النهاردة معانا المهندسة هاجر البلتاجي أو هاجر البلتاجي اللي انتشر صورها ضمن مجموعة الشباب العربي في شوارع الدنمارك تقديرا لجهودتها فتا كريس تقتها لحماية التراث الثقافي المصري خلينا نرحب بهاجر البلتاجي اللي موجودة معانا النهاردة في الستوديو صباح الخير أهلا وسهلا بيك صباح النور صباح النور نرسي ايه الحكاية؟ الحكاية من أول المعرض أول حاجة أنا اشتغلت من أيام الجامعة في أنشطة تطوعية تخص حماية التراث الثقافي وكمان معناية بي الأربان ديفالبمنت يعني شوية الموضوع الأول كانت تطوعية وبعد كده تحول إلى عاملين ده أيام ما كنت في الجامعة بعد كده يعني في 2014 بدأت أشتغل في مشاريع تخص حماية التراث الثقافي في مدينة المنصورة مسقط رأسي من هنا انضميت لربط التراث مصر اللي كانت يعني مدعومة من المبادرة الدنماركية المصرية للحوار اشتغلت معهم على مدار سنتين كنت مسكة أدوار متعددة يعني بعد كده لما برنامج الشراكة الدنماركية المصرية قرروا يعملوا في آخر 2020 قرروا يعملوا مشروع أحلام عربية بيهدف إلى توثيق وتعريف الناس في الدنمارك بمجهودات الشباب العربي وتأثيرهم في مجتمعاتهم وإزاي هما مؤثرين فيها هما توصلوا معاين أنهما لازم بيبعثوا نومنيشنز فلازم الأول النوميني يبقى أوكي مع الموضوع يعني وبعد كده في الدنمارك بيبقى في لجنة هي بتقايم السيارة الذاتية اللي بتوصل لها وهما بقى بيختاروا مين اللي هيكون ممثل فيه يعني أنتوا اللي بتقدموا الأول أنت اللي قدمت الأول ولا هما اللي شافوا الشغل اللي أنتوا عمدينه والدعوة جالب بشكل شخصي ولا بجموعة يعني ديني تفاصيل تمام هي المبادرة الدنماركية المصرية للحوار أنا اشتغلت معاهم زي ما قلت وضحت لحضرتك في ربط التراث مصر على مدار سنتين فلما هما يعني برنامج الشراكة الدنماركية العربية بيشتغلوا مع جهات متعددة في الوطن العربية برامج عن الشراكات الدنماركية العربية من ضمنها هنا في مصر المبادرة الدنماركية المصرية الحوار أنا اشتغلت معهم على مدار سنتين فهم عارفين شغلي هما لازم أنا أبقى يعني لما يعني مدير المبادرة مدير برامج الثقافية وقتها هتوصل معايا أنهما هيبعتوا اسمي لو أنا أوكي مع الموضوع أنا لازم أدي أبروفل يعني لازم أقول أن أنا موافقة هما اللي بيبعثوا اسمي وأسامي ناس تانية كتير هما اشتغلوا معهم تمام وبعد كده الكوميتي في الدنمارك هما اللي بيختاروا يعني بيزعلة يعني الشخص بيشتغل في إيه المجهودات اللي هو بيبذلها المشاريع بحيث أن هما بيبقى عندهم دلوقتي في الإكسبشن مثل أنا اللي فاتت والسنة دي نماذج متنوعة طيب أنا عايزة تكلم عن أفكارك بقى ومشروعاتك لأنت راحتيها ضمن هذه المبادرة لحماية التراث الثقافي المبادرة تأسست الأول كدعوة كده غير رسمية قبل ما ننضم لهم في 2015 كانت دعوة من المبادرة الدنماركير المصري للحوار وكان وقتها المعهد السويدي في مصر والمبادرة كانت بتقوم على أن هي عايزة تربط الناس اللي بتشتغل في حماية التراث الثقافي المصري من مدن متعددة في مصر فبدأوا الأول كشكل غير رسمي وبعد كده الموضوع بدأ ياخد الاسم التوثيقي بتاعه اللي هو ربط التراث مصر أنا انضميت لهم وابتديت أشتغل معهم على مشروع مهرجان الناس وتراث ومهرجان الناس وتراث كان بيهدف أنه هو بنعمل مهرجان فني وثقافي بيهدف لي التوعية المواطن المصري بالتراث الثقافي في مدينته فهو كان قائم في عدة مدن مصرية كان فيه مبادرات من مختلف المدن من القاهرة ومن المنصورة من اسكندرية من المالية من القصير ومن بورسعيد الناس كان بتتفاعل مع المهرجان ده إزاي؟ طبعا كان بياخد وقت شغل طويل جدا أنه أول حاجة كنا بنبتدي من أول سنة الأجندة لازم بنحط ثيم الأول على حسب يعني عوامل مختلفة يعني فمثلا كان فيه سنة عندنا ثيم اسمه هيدن جيمز أو كنوز مخفية السنة اللي بعدها كنا بنتكلم عن يعني بتاعة المدن والتراث يعني في المطلق وكانت كل يعني إحنا كنا بندير يعني في 2018 أنا كنت project facilitator للمشروع ده بالشراكة مع زميل ليه إحنا كنا بنعمل أول حاجة أنه كنت نقول اسمه الحقيقي آه طبعا أستاذ محمد رمضان هو مترجم كمان وهو من أحد مؤسسي مبادرة أنكوزه طول الوات المانيا سيف مانيا سوري والحقيقة أنه تنسيخ بقى بين المحافظات المنصورة والمانيا شغالين وجه بحري وشغالين وجه إبلي ومع المحافظات المختلفة بتعملوا الكلام ده آه بتوضحوا الاختلاف الموجود وخصوصية كل محافظة هي كل مبادرة هي اللي كانت بتبقى معنايا أن هي توضح ده من خلال البرنامج بتاعهم وهم كانوا بيعرضوه وإحنا كنا بنودير بقى كنا بنودير مع المبادرات كلها من مدر مختلفة ومع المعهد الدنماركي يعني إحنا كنا كأننا الوسيط ما بين الحاكتيني تنسيخ طب إحكيات صورك اللي في الشارع في الدنمارك دي هم يعني تي فرحانة أول ما قلت تحكتي ومبسطتي حقها طبعا يعني مكسوفة شوية على فرحانة لا بس حقك تفتخر يعني أكيد إيه بقى الحكاية يقوليني هم يعني برنامج الشراكة العربية مهتم جدا إنه هو يغير الصورة النمطية بتاعة الشباب العربي أو بتاعة الوطن العربي عند الدنماركيين فده كان من أحد أهداف المشروع ده المفروض إنه المعرض فيه كذا شق يعني أول حاجة إنه فيه مين بوستر ده اللي هو اللي منتشر اللي انتشر على صفحات سوشيال ميديا وفيه كمان كل نوميني هناك موجود ليه ستوري بتاعته موجودة وليه دوني بأخرى من حياته موجودة على البيلبورز اللي تعلقت ولا موجودة فين؟ آآ آآ موجودة على البيلبورز بس هم مصورين بس الصور الانتشرة دي بس بتاعة المين بوسترين الصور الأخرى بتاعتي وبتاعة المشتركين التانين آآ منتشرة أنا سمعت إنها تاخد جولة كمان للمدارس آآ آآ هي الأول حاجة هي ابتدت من غرب الدنمارك وهتروح للشر وكل فترة يعني كل شهر بيبقى الإكسبيشن موجودة في مكان معين وهيختم بقى في الآخر إن شاء الله في يونيو في مدينة كوبنهاجن وهم بياخدوا جولات الحقيقة كمان من طلاب المدارس بيعرفوهم بالشخصيات اللي هناك وبيحكوا لهم عنهم وأنه المعرض أصلا ستوري تالينج يعني وهما بقى بيتفعلوا مع الموضوع يعني زي ما كنا شوفنا في الفيديو كويس قوي طيب يعني اللي جاي أكيد الموضوع أو البراجيكت ماوقفش عند المرحلة دي وخلاص مشروع اللي انت شغال فيه اللي وصلت بيه لأنه كنت وصل المرحلة انصاركم موجودة في الشوارع في الدنمارك أكيد فيه مراحل تانية نشغالين في مصر طبعا وزي ما كنت بتقولي في محافظات مختلفة اللغة المستخدمة للشباب يعني انت بتكلمي الشباب اللي موجودين في المنصورة وزميلك في البراجيكت بيتكلم الشباب الموجودين في الميني استخدام اللغة نفسها بنتكلم طبعا باللغة الدرجة بالنسبة للشباب اللي موجودين في المراكز الرئيسية دخلتوا بقى أقاليم يعني دخلتوا في النجوع جوة دخلتوا في القرى جوة ولا كنتوا باستهدفين حاجة معينة ووقفت برا عن المراكز الرئيسية تمام هو الحقيقة ان كل مبادرة هي اللي كانت بتحدد لفل التفاعل وطريقة الوصول يعني اللي هما هيتواصلوا بها مع مين في محافظاتهم فدي حاجة احنا مش بنحكمها قوي بس احنا كان الهدف الأساسي بتاعنا عمتني أو من ضمن الأهداف الأساسية يعني ان احنا نديسنترالايز لأن كل الأنشطة متمركزة في القاهرة فعلشان كده كان بيبقى موجود طول الوقت معنا في المبادرة ناس من مدن مختلفة يعني في مصر هيبقى ايه فيه قدام الحقيقة ان النشاط الربطة متوقف شوية بس احنا كأفراد أو كمبادرات مستمرين يعني انا مؤخرا تعاونت في مشروعين في المنصورة عن تطوير مقهى اثري في المنصورة عدى علي اكتر من 100 سنة اسمه مقهى اندريا بالتعاون مع مكتب في القاهرة ينفع اقول اسم المكتب مش مهمة لهم انك تطوير ده المهمة والسنة دي كمان افتتحت معاهم يعني انا الشريك المحلي بتاعهم في مدينة المنصورة افتتحت معاهم مشروع التراث المنصورة متعدد الثقافات كان في شهر فبراير اللي فات ومستمرين يعني مستمرة بقى في ابحاثي الاكاديمية في مجال التراث والمامري وهكذا انا عجبني بقى ان حد في هندسة معمارية مهتم بالتراث وبجمع التراث والحفاظ على التراث انتي هندسة انا مهندسة معمارية انا عجبني بقى ان مهندسة معمارية مفروض كل دماغك فيها هندسة صح؟ او مدك كمان هندسة بس في شقة مختلفة ازاي بقى؟ تمام هي ميزة الدراسة العمارة عممتا ان هي مجال انتر ديسيبلينري فهو متعدد التخصصات بيتقاطع في تخصصات مختلفة مع التراث مع العلوم الاجتماعية الاخرى سيسيولوجي والمامري ستاديز مثلا دراسات الذاكرة دراسات الكاغنيتف سايكولوجي فاحنا يمكن الصورة المتاخدة بس عن الهندسة المعمارية يعني ان هي ان انا بابني بصمم بس هي لها ابعاد اوسع من كده بكتير فعلشان تقاطعاتها المختلفة دي هي الكاد بتتيح للفرصة ان انا اشتغل في التراث وفي مجالات اخرين تتقاطع معا اكيد يعني وضحت لنا صورة صريفة جدا عن البروجيكت اشتغلت فيها هجر وعن وجودك في الدنمارك هجر البلتاجي شكرا لوجودك معنا النهار دا شكرا جدا شكرا جدا شكرا جدا